السلام عليكم طلابنا العزاء ان شاء الله تكونوا بكلكم بخير بحرصوا بجهود إدارة مجمع هولير ان شاء الله نستمر وياكم بالدراسة عن طريق الانلاين وياكم سجنان مادة العلوم الصف التاسع الأساس درسنا هذا اليوم هو تحويل درجات الحرارة تحويل درجات الحرارة الصفحة 223 و23 يبدي بسم الله ادنى ثلاث انواع من تدريج درجات الحرارة اولا التدريج السيليزي ويرمز اليه تي والسي هو رمز للسيليزي جاي من كلمة سيليزي ثانيا تدريج فهرنهايت تي اف اف فهرنهايت ثالثا تدريج كيلفن تي كي الرمز يرمز له تي كي ادنى ثلاث انواع من تدريجات درجات الحرارة سيليزي فهرنهايت كيلفن طبعا من استخدم عبارة اي درجة حرارة المفروض ما اذكر فقط الرقم المفروض اذكر باي تدريج مثلا درجة حرارة جسم الانسان الطبيعي هي 37 درجة سيليزية ما المفروض اقول بس 37 درجة اتوقف لان ما راح اعرف على اي مقياس مستخدمه المفروض اذكر المقياس السيليزي او فهرنهايت او كيلفن المستخدم عادة هو السيليزي الاكثر شيوعا مثلا باحوال الطقس او درجة حرارة الانسان او درجة الغليان الماء او تجمد الماء دائما المتداول عدنا هو التدريج السيليزي اليوم درسنا راح نعرف شون نحول الدرجات من سيليزي الى فهرنهايت او فهرنهايت الى سيليزي او من سيليزي الى كيلفن او من كيلفن الى سيليزي يعني شون احول عندي درجة حرارة بمقياس معين احول هالمقياس الاخر اولا راح نستخدم الجدول الموضح جدول رقم واحد اللي فيه صفحة 223 استخدم استخدام المعادلة عندي اربع قوانين لتحويل درجات الحرارة هاي القوانين المفروض تحفظ وهي دائما استخدمها لتحويل درجات الحرارة القانون الاول تي كيلفن يساوي درجة الحرارة السيليزية زائد 273 هذا قانون احفظ القانون الاول تحويل السيليزي الى كيلفن والقانون الثاني هو فقط احول الاشارة من مجب الى سال يعني الثاني درجة الحرارة السيليزية تساوي درجة الحرارة ناقص 273 قانون الثالث هو تحويل السيليزي إلى فهرنهايت يعني أني عندي درجة الحرارة بالسيليزي أريد أحولها إلى فهرنهايت درجة الحرارة بالفهرنهايت تساوي 9 على 5 في درجة الحرارة السيليزية زائد 32 أو أحول الفهرنهايت إلى سيليزي تي بالسيليزي يساوي 5 على 9 في تي بالفهرنهايت درجة الحرارة بالفهرنهايت ناقص 32 أرجو منكم أن تحفظون هاي القوانين والآن أعلمكم شون طريقة نطبق هذا القانون أول شي إحنا نحفظه وبعدين نتعلم شلون نطبقه نستخدم أول نفس الجدول تمارين مثال حول 45 درجة تحرارة بالسيليزي إلى درجات فهرنهايت سيليزي عندي أريد أحوله إلى فهرنهايت أولاً أختار القانون المناسب عندي سيليزي أريد أحوله إلى فهرنهايت عندي سيليزي أحوله إلى فهرنهايت أستخدم هذا القانون تي فهرنهايت رح أطبقه إياكم تي فهرنهايت تي فهرنهايت يساوي نفتح القوس 9 على 5 في تي السيليزي أسد القوس زائد 32 هذا القانون أول شيء أكتب القانون بمرجرد كتابة القانون رح نأخذ نص الدرجة هسه أعوض تي فهرنهايت يساوي 9 على 5 هذا ثابت في درجة الحرارة السيليزية معطات بال سؤال هي 45 أعوض بدل تي سيليزي 45 سد القوس زائد 32 هسه مجرد عملية رياضية يساوي أختصر أحاول أبسط قبل ما أسوي العمليات هدي 45 وعندي 5 أقدر أختصر بيناتهم على 5 1 على 5 بها 9 بسطت هسه ما كنت أبسط أكثر خلص يبقى عندي 9 في 9 9 في 9 هي 81 أكمل القانون زائد 32 مجرد عملية جمع عادية 1 زائد 2 3 8 زائد 3 11 عندي درجة الحرارة 113 فهرنهايت درجة درجة فهرنهايت نحاول نحل سؤال آخر عدنا بنفس الجدول حول 68 درجة درجة فهرنهايت إلى درجات سيليزية أنا في الحوض القوانين أنا أريد عندي فهرنهايت أحول إلى سيليزي أستخدم القانون درجة الحرارة أنا أريد درجة الحرارة بالسيليزي وأني عندي فهرنهايت أستخدم القانون الثاني اللي هو T سيليزي يساوي 5 على 9 في درجة الحرارة بالفهرنهايت ناقص 32 مجرد تعويض درجة الحرارة بالسيليزي يساوي هذا الثابت أنزل نفسه 5 على 9 في أفتح القوس درجة الحرارة بالفهرنهايت مطين ياها 68 ناقص 32 T سيليزي يساوي 5 على 9 في أول شي كرياضيات المفروض أحل اللي داخل القوس عملية طرح عادية 8 ناقص 2 يساوي 6 6 ناقص 3 3 قبل ما أجري أي عملية أحاول أشوف أكو اختصار أقدر أبسط الأرقام هذه 36 وعندي 9 أقدر أختصرها على 9 1 على 9 بها 4 هس درجة الحرارة السيليزية يساوي بقالي بس هنا 5 وهي 4 5 في 24 درجة سيليزية أحاول أحل السؤال ثالث حتى نطبق كل القوانين عندي رقم 3 حول 45 درجة سيليزية إلى كيلفن عندي سيليزي أحول إلى كيلفن استخدم القانون درجة الحرارة بالكيلفن يساوي درجة الحرارة السيليزية زائد 273 مجرد تطبيق ت بالكيلفن يساوي درجة الحرارة السيليزية معطاة بالسؤال هي 45 45 زائد 273 درجة الحرارة بالكيلفن يساوي جمع عادي 5 زائد 3 8 4 زائد 7 11 1 زائد 2 3 كيلفن درجة كيلفن السؤال الرابع حول 32 كيلفن إلى درجات سيليزية عندي كيلفن أريد أحول إلى سيليزي درجة الحرارة استخدم القانون درجة الحرارة السيليزية يساوي درجة الحرارة بالكيلفن ناقص 273 درجة الحرارة السيليزية يساوي درجة الحرارة بالكيلفن معطات 32 ناقص 273 درجة الحرارة السيليزية لدينا هنا الرقم أصغر فهي عملية طرح عادية تصير بس أخذ إشارة الأكبر الإشارة 273 أكبر 32 فأكتب أول شيء أكتبه سالب حتى لا أعنسه وهذه عملية طرح عادية 3 ناقص 2 1 7 ناقص 3 4 يبقى 2 درجة سيليزية هسا استخدمت القوانين الأربعة اللي موجودة بصفحة 223 للتحويل درجات الحرارة من سيليزية إلى فهرنهايت من فهرنهايت إلى سيليزي من سيليزي إلى كيلفن من كيلفن إلى سيليزي نحاول نحل السؤال عدنا بنفس الصفحة 273 وقفة مع الرياضيات أولاً نحل السؤال الأول ما درجة الحرارة على التدريج السيليزي المؤادلة لي 373 كيلفن يعني عندي كيلفن أريد أحوله للسيليزي أختار القانون اللي يحول لي كيلفن إلى سيليزي عندي درجة الحرارة السيليزي أنا أريد السيليزي يساوي درجة الحرارة بالكيلفن ناقص 273 درجة الحرارة السيليزية مجرد تعويض عندي 373 كيلفن 373 كيلفن ناقص 273 درجة الحرارة السيليزية يساوي 3 ناقص 3 0 7 ناقص 7 0 3 ناقص 2 1 درجة سيليزية مجرد قانون حافظته وأطبق خطوة وحدة حصلت على الناتج هسا نحاول نحل سؤال موجود بأسئلة في السنوات الماضية سؤال وزاري السؤال يقول درجة حرارة جسم الإنسان هي عادة 37 درجة سيليزية وهي تعادل من طيني A وB وC وD كلها درجات بالكيلفن معناها هو يريد هاي درجة الحرارة السيليزية إيش قد تساوي بالكيلفن أستخدم قانون اللي هو يحول لي السيليزي إلى الكيلفن أستخدم المعادلة وأحلها وأشوف الناتج وأشوف يطابق A أو B أو C أو D درجة الحرارة بالكيلفن عندي قانون درجة الحرارة بالكيلفن يساوي درجة الحرارة بالسيليزي زائد 273 درجة الحرارة بالكيلفن يساوي درجة حرارة السيليزية عندي معلومة اللي هي 37 درجة سيليزية 37 درجة سيليزية أطبق القانون زائد 273 درجة الحرارة بالكيلفن مجرد جمع عملية جمع آدية سبعة زائد ثلاثة عشرة ثلاثة زائد سبعة عشرة واحد دحش آية ثلاثة 310 كيلفن هسا أرجع للسؤال أشوف منه 310 هذا السؤال أندي 273 كيلفن غلط 300 كيلفن غلط 310 كيلفن صح إذن الاختيار هو C أسئلة الوزارة عادة هي أما مثل سؤال قبل درجة حرارة وأحولها أو ينطيني درجة حرارة ويقول منه أبرد أو منه أكثر حرارة كلها أستخدم القوانين إذن أهم شيء واحد يحفظ القوانين الموجودة في جدول رقم واحد صفحة 223 إن شاء الله تكونون فهمتوا هذا التطبيق أرجو منكم هاي الفترة تحفظون هاي القوانين ويكونون دقيقين لأن مجرد تغيير الإشارة رح يتحول إلى قانون آخر يعني الحل يكون كله غلط وإن شاء الله تحاولون تطبقون حتى من التطبقون بإيدكم رح تعرفون وين الغلط اللي عدكم حاولوا إن شاء الله تقدرون وسهلة وأتمنى لكم الموفقية إن شاء الله نلتقي بدرس آخر شكرا ترجمة نانسي قنقر